السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أهلا وسهلا بكم في درس كيف رح نستفيد من إمكانية الذكاء الصناعي في رفع جودة الصور اليوم رح نستخدم موقع فيميك اي اي المجاني لرفع جودة الصور بطريقة احترافية زي ما شفناها الآن في بداية الفيديو ما استخدم أي برنامج تصميم أو أي برنامج تعديل ألوان الصور وتعديل كواليدة الصور وبدون أي خلفية وفقط بضغط الزر أنا أعطيته الصورة رفعتها على الموقع فيميك اي مباشرة هو عدلي الصورة واستخدم خواليزمية الذكاء الصناعي عشان نصل زي النتيجة اللي شفناها في بداية الفيديو روح على موقع فيميك اي اي اروح على اي تولز يعني كل أدوات الذكاء الصناعي روح على خيار الخيار اليمين من هنا اسمه اميجي كواليتي يعني الآن أنا رفعت صورة هي نفس الصورة شفناها بعض أرفع صورة رح يطلع لك هذا الصفحة تطلع لك هذا الصفحة تختار صورة عندك مثلا في حاسوبك أو في الموبايل عن طريق جوالك عادي الموقع يشتغل عن طريق الموبايل وعن طريق الكمبيوتر عندي هذا الصورة لنشوفها مع بعض كيف بكسلة وغير واضحة وفيها أشياء كثيرة تحتاج تعديل وطبعا هي لقطة شاشة من أحد الفيديوهات اللي كنت أنا صور فيها ومي هي يعني صورة كاميرا ولا صورة جوال أكيد صورة الجوال اللي عندك رح تكون احترافية أكثر من لقطة شاشة من فيديو وأكثر دقة فاللاحظة الآن نشوف كيف رح يتمع كيف رح يعجليها هذه بعد وهذه قبل هذه نشوفها الآن قبل وهذه بعد هنشوفها النتيجة مع بعض نشوفها النتيجة كيف صارت كيف صار عندي وضوح على البشرة كيف صار عندي يعني خلفية جميلة جدا وعطاني دقة وعالج لي الصورة بطريقة احترافية لو لاحظ قبل في البيكسلز والنويز على البشرة لاحظ مع بعض نشوف مع بعض الفرق العطانيين الفرق الكبير فعلا في فرق كبير في الموقع والمميز في هذا الموقع أن يقدمي لك هذه الميزة بشكل مجاني بدون حد معين فإن تستفيد من هذا الموقع وتنزل هذه الصورة عندك وتكون جاهزة أنت تستخدمها بأي شيء عندك وجميع استخداماتك فلاحظ الصورة قبل هذه هذه بعد ما تم معالجها بالذكاء الصناعي وشوفها قبل مع بعض نشوفها قبل هذه قبل لاحظ معي الفرق الكبير بين الصورتين يعني فعلا فرق معي في الجودة وفرق معي في التعديل لاحظة الالوان خلف الصورة كيف صارت وكيف تعدى عندي اللون الاسود وتعدلت البشرة هنا صارت واضحة جدا لو سوي زوم هنا على هذه البشرة لاحظ معي الفرق الكبير لو سوي زوم اكثر لاحظ معي هنا الفرق الكبير في الصورة وهنا النويز والأشياء الموجودة في الصورة والبكسل الموجود في الصورة البشرة بشكل كبير هنا رفع لي جودة الصورة وزالني النويز وعدلي الصورة بطريقة احترافية فعلاً فرق كبير عالج للصورة معالجة كبيرة بالذكاء الاصطناعي فعلاً الآن الذكاء الاصطناعي بدأ يعطينا نتائج احترافية من تعديل ورفع جودة ألوان الفيديوهات تعديل ورفع جودة الوان الصور ففعلا فرق معنا ويفرق معنا الاشخاص المهتمين في التصوير تصوير منتجات تصوير اي تصوير تشترض عليه سواء تجاري او شخصي فرح تستفيد من هذا موقف واذا عجبك هذا الشرح مبسط وسهل اتبقى لعينينا باللايك والشير والاعجاب واذا انت مو مشترك في القناة اشترك في القناة وشيك على زر الجراش عشان ما تفوتك الحلقات القادمة ان انا متأكد سوف تستفيد منها واشوفك ان شاء الله في فيديو قادم كان معكم مشعل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته